السلام عليكم يا جماعة في بيلي باش نكامل نفسر لكم التامة بتاع النوره الكل اما برشا بعثوا لي دي ميساج وخلو لي فسرنا جينيتيك دي دي بلويد و برشا خايفين منه ان شاء الله باش نفسروه ومبسطوه لماكس ان شاء الله هزائد اقبل البريود بتاعكم ونكون هبطت لكم لكور الكل وبعد ايك ندخلو في الاسيكزرسيس بيلي هناك اسئلت برشا منكم قلت له مشني المشكل في الجينيتيك دي دي بلويد وحسب مفهمت الخيط اللي المشكل في الليباس يعني وقت اللي تدخلوا بعضها في الاسيكزرسيس وقتها لازبكم تسلكوها بالمفاهيمة ذيكا وبالباسة ذيكا دونك اليوم ان شاء الله مش نحاول ان فهمكم الحاجات ضرورية باش تفهم الكور هذي خاطر بالرسمي رغم هما المفتاح متاع الكور هذه كلمة واحدة قبل ما نبدأ دعوني في اللي كومنتي الحاجات اللي مش فهمينها باش نركزلكم عليها ونفسروها بها نتعدى اول حاجة في الجينيتيك فورمال وعلى الجينيتيك دي بلويد لازم تعرف تفرق ما بين السلول دي بلويد و السلول أبلويد السلول دي بلويد هي كل كروموزوم عند وخوه بجنبه ويتسمى دو كروموزوم أمولوك وبالنسبة للسلول أبلويد هو كروموزوم واحده من غير خوه بها هذه الأولى دعوني نرى الكروموزومة من أشي يتكون هذو ما دو كروموزوم أمولوك لدينا كل كروموزوم تتكون من دو كروماتيك والذي يربط مبينيتهم هو السنترمال نتعدى بها في السلول دي بلويد دخلنا احنا اللي الكروموزومة عنده الإجزمبلاير متاعه يعني خوه بجنبه دونك لهنا احنا نخلو ديمة أي سلول دي بلويد نخلو عليها أدوزين إتقالة 2 إتقالة 4 إتقالة 6 احنا والنومب دونك هت خاني فهموه نخلو سلول هذي هذوكم الكروموزوم أمولوك كل الكروموزوم عنده الكروموزوم أمولوج متاعه عنده أخوه لهنا الإجزمبل بجنبه 1 كروموزوم 2 3 4 5 6 يعني لنا سلول دي بلويد أدوزين إتقالة 6 نتصور مفهومة هكا بها نتعدى فما دي تيرم دباس ما لازمك تغلط فيهم كور كامل تحفظهم و تشدهم في مخك أول حاجه هي الجان عندنا البلاثة هذي يتسمى جان وهي مسؤولة على كاركتير معين مثل لون الشعر لون البشرة شكل من الوذنين والبلاثة الي مقابلتها بالضبط هي جان متاع نفس الكاركتير هذاك يعني إذا كان الجان اللي على اليه صار مسؤولة على لون البشرة يعني كيف كيف تكون مسؤولة على لون البشرة والبلاسة الي فيها الجان تسمى لوكوس وهنا ما تفهمين نزيد ونتعدي ونقدمه وحيدة وحيدة نحن لا ندخل أي كروموزوم عنده أخوه نأخذ مثل الجين هذي مسؤول على لون الشعر في الكروموزوم أمولوك يعني في الكروموزوم أخوه نلخاو نفس الجين في نفس اللوكوس يعني نقبلها بالضبط نلخاو الجين المسؤول على لون الشعر أما الهنين نجمه في الكروموزوم اللي مقابلتها نلخاو نفس اللون متاع الشعر وإلا لون آخر يعني في الكروموزوم الأولى عندنا مثال لون الشعر نوار في الكروموزوم الأخرى نلخاو لون الشعر أصفر والكلام هذي كل بشنا نوصل لك اللي اللون هذيك يتسمى ألال يعني جين مسؤول على لون الشعر والألال هي اللون هذيك اللي نجم يكون برشة دي كولور وإذا كان إنسان عنده ديز على ليل مختلفين يتسمى إبريد يعني مش دوراسبير وهي تدخل على الحيوانات متخللش على العباد أما أنا إكزامبل بشي أفضل لك باهي والحكاية هذي تتسمى دي إبريدزم وإذا كان عندهم نفس الليل تتسمى منو إبريدزم نتصور بعض دعنا نرى كيفية الترم السيونتفيك هذي وما كيفية تكتبو في الكورم الليل تتكتب هكا والجين تتكتب هكا وعننا الجينوتيب هكا المهم الجينوتيب هي كومبينيزون أليليك شنو ما ليزع الليل اللي عنده الإنسان هذيك باهي نتعدى الفينوتيب شنو هو الفينوتيب؟ الفينوتيب هو اللي نروى في الدنيا يعني للليل اللي تتجسد في الدنيا نحن نبقى في الأنسان للون الشعر الانسان هذيك لون شعره أصفر يعني الفينوتيب يمتعه جون بها إنتاج الأنسان هذي عنده دوه virtsiyan دالل يعني لون الشعر الكحل واللون شعر الأصفر أما في الدنيا لون الشعر الأصفر هو لغالب لذلك هنا نتحدث عن دومينانس يعني لالال جون غلبة لالال نوار بهتوى انسان عندو قلال مختلفين واحدة نوار واحدة روش متعلون للعيني اما في الدنيا لون عينيه مارا هنا نتحدث عن كو دومينانس يعني لا روش غلب لا نوار غلب واعطاونا ان كولور اللي هول مارا بهتوى هنا بش ما نطولش عليكم الفيديو مزيل دونيسيون اخرين ان شاء الله في الفيديو الجاية نحكي عليهم لازم تعرفوهم قبل ما تبدأوا في الصحيح نطلقا في الفيديو الجاية